صباح الخير ونكملين معكم بينهار إن شاء الله يكون عم بكمل بطريقة مميزة راح ننتقل هلأ للأحلام والأحلام خصوصا اللي ما بتضل حلم بتصير واقع ودائما منحكي إنه اللي بيحب إشي بيوصله شو ما كان العمر تحديدا هاجوب حلم بالطياران ومع إنه عمل صغير ولكن هذا الحلم صار حقيقة هاجوب تورانيان سباح الخير أهلا سهلا بك يعني نحكي أنك طيار بنقدر نحكي أنك طيار هاجوب عمرك 17 سنة 17 سنة العمر كله يا رب هاجوب يعني مبارح وأنا أقرأ بطلع إنه 17 سنة وصار بقدر يطير يعني بطل في إشي مستحيل بتآمن بـ I believe I can fly أكيد طبعا بتآمن فيها طيب خلينا نبدأ هيك نشجع المشاهدين كل واحد بحس إنه نفسه بإشي بس صعب من خلالك إنه ما فيه إشي صعب من إين تكتشفت بتحب الطيران؟ هو أنا صراحة بحب الطيران أنا صغير يعني صراحة كنت ما كلما أروح على المطار أبوي بسافر كتير فكلما أروح على المطار هيك نوصله أتفرج على الطيرات وهيك خلاص حبيتها كتير أه لفتتنظر أبوي كمان كان يحب الطيران كتير يعني كان يتابعه بس مصحت له الفرصة إنه يدرس طيران آه ما درس الوالد؟ آه ما درس طيران فدرس إشي تاني بس يظل إك وراي يحب طيران ويحبني فيه وشافني إني بحب الطيران فصار دائما يحكي لي عن طيران ويشجعني حلو يعني هو كان يسافر كتير أنت تكون معه وتحب مبدأ المطار والطيران والطيارة بس هو ما يعني مش فكرته طيار أو شيء آه ما له علاقة حلو طيب فيه لعبة جابلك إياها من عمر 9 سنين هي اللي خلتك تبدأ بالمشوار هاي لعبة المايكروسوفت فلايت سيميليتر جابلي إياها بوي لما كان عمره 9 سنين عيد ميلادي وبلغ طبعا هو كان قبل يعني هو صاحبه بيمرسوها بيحبوها يعني فجابلي إياها وهي عبارة عن طيران تشبيهي أوكي بتكون زي الطيارة العادية أوكي فيها كل شي زي طيارة العادية وبلغشت أعمل عليها يعني تأتي بتصير المبدأ الطيران وشو الأشياء صحا كل شي جوا الطيارة بصير أتعرف على الإنسترومنت شو هاي شو هاي فبلشت أنا هيك كنت صغير وأبلش أمارسها وخبط الطيارة يا مين الشمال وهيك فبس بعدين صورت الأشياء اللي اللي ما بعرفها وما أفهمها أروح أعمل سيرتش عليها كمصطلحات أصدق يمكن آه المصطلحات والأشياء نفسها الإنسترومنت اللي ما أفهمش هاي هاي شو تعمل أروح أوكي حلو أشوف شو هي فبعدين شوي شوي هيك صورت أكبر وهي ويكبر الحلم ويكبر الحلم فبعدين صورت أخذ دروس على الفلايت سيميوليتر وأقراها وأقراها على نفس الفلايت سيميوليتر نفسها فيه إنسترومتر معا فوق 8000 ساعة بيدي دروس مسجلة أخذت شهادة الفاشت سولو اللي بعملوا لك إنه أساس أنتي طلعت بطايرة لحالك وأخذت شهادة عليها وأخذت بعدين شهادة عليها الآن إحنا بننشرح أن أنت انضميت لالنادي آه هذا بعدين آه بعدين نضميت يعني هلأ من بعد اللعبة تعلمت على على شو آه بعد اللعبة أنا هيك أخذت شهادة على الفلايت سيميوليتر اسمها برافيت بايلوت بعدين ما قدرتش صراحة أستنى أني أخلص مدرسة أين كان عمري؟ كان عمري تقريبا 13 لما صار هذا الشيء ما قدرت أستنى أني أنا أروح أستنى بعد المدرسة على الأكاديمية بعدين أشتغل وهيك فلأ صارت أدور وين ممكن أبلش إشيء على البكير أوكي قالوا لي ما بتقداروا من هالحكي هذا لساتني صغير يعني بالصدفة تعرفت على نادي الطيران الشراعي الملكي الأردني حيلو ورحت أنا وأبوي زيارة عليه مرة وهناك تعرفت على الطيارين وطلعت هيك رحلة تدرق يعني هيك تجربة أزا قاست يعني زي زائر وطلعت فيها كنت صغير يعني طيار أخذك جنبه وطلعت وأخذك جوله أعمل لي زي تاست هيكي شوف هذا الولد أنه شو بتطلع منه شو بتطلع منه فبالأخير عمل لي تاست وتفاجأ يعني الأشياء اللي عملتها أنه تنزل وقالهم كل شيء وتفاجأ شو عملت وقتها؟ أول مرة تركب طيارة وقتها صار يعلمني كيف طيارة تلف يميين وشمال فوق تحت هيك فهو تفاجأني من أولها كنت عارف أعملها يسألني أسئلة يجاوبوا عليها حيلو برافو فأنا يعني الفضل له كمان كابتن هيثم البواب كان مدير النادي وقتها فابلني وقتها هالعمر بعد ما شاف إيش أنا هو أش فيه شروط معينة للتحق هو أنه يعني يكون عمره 16 سنة يا أقل إشي أقل إشي حسنا طيب وبعدين شو أخذت الدورات فيها؟ ضلت أتدرب لها هلأ يعني أطلع وأنزل ويعني بس طبعا يعني أولها ما بسمع يعني كيف درجت حتى صورت منفرد أو سولو أهو أنا صورت أعمل إش اسمه سولو بلاس لأنه واجهت الأشياء بالقوانين نقلنا بنظام الأمريكي للبريطاني ارتفع العمر شوي صارت فيه لخبط بالقوانين فهنا نعمل على الموضوع أن أطلع سولو بس أنا أطلع أين لا أطلعت لا أطلعت سولو بس الكابتن بولي أنا هنا نايم أنت أعمل كل شيء خلص واثق بك مهم هذه الثقة طب شو المراحل مثلا لتوصل لسولو كيف بدأت أول شيء؟ كيف تعلمت بنفس المعهد؟ أنا أول إشي دخلته عملت طيران الشراعي دخلت على طيران الشراعي بدون محرك بعدين هيك طرت كم من رحلة بعدين بلشت أطلع على الطيارة بمحرك واحد نسميها سبورتل أكيد أجلت أن أبدأ لتدرب بمحرك وبدأت معنى تطلع أول شيء كيف نستطيع فرص يجاجع ربكة وكيف نستطيع فرصة وكيف نستطيع فرصة بعدين حلو أن على المدى النهائي الطويلة خلال أربع سنين أتعلمت أنه كيف أطير بجول يكون هناك عواصف كيف لما يكون هناك شيئا كيف كان هناك أشتر حلوي كيف أصعب أكيد إنت حسيته بالطيران؟ طيران؟ أصعب شيء صراحة. أشعر الطيران. حسنا. لكن هناك مدى على مدى الأمرجنسيز. إذا يحب الحالات الخطرية. هل تحب مبدأ الطيران والطيارة؟ تحب في المستقبل أن تكون طيار إلى طائرات خطوط جوية تنقل أشخاص مدنيين؟ أم تحب شيء آخر؟ صراحة لا. أنا أكيد حلمي أكون سفير من سفر الملكية الأردنية. حسنا. أكون مع الطائرين الذين أنا دائماً أتواصل معهم. بشجعوني. باستنوني. مأمنين بموهبتي. حسنا. ماذا نرى الآن على الشاشة؟ هذا أنت؟ أنا وكابتن رامي. أنت وعم بالطير. نعم. حطينا الكاميرا على الجناح. حسنا. كنا رحلة تدريبية. كنت أعمل كل شيء وقتها. وهنا معي كابتن رامي سرحان. هو اللي دربني من أول يوم دخلت فيه للنادي لهلا. حالو. حالو. هل كان لك كم من مرة مثلاً مطالع بالطيارة وعم بتحاول تعمل؟ هل كان صار لي كثيراً. هذا الحكي قبل سنة تقريباً. سنة؟ هم. هون إيش؟ هون تيك أوف. هاي صعبال تيك أوف والإقلاع؟ هو شوف التيك أوف يعني بده تركيز كثير. التوتر يعني شوي أكتر من تطلع الهواء يعني. هل تكون على علم بموضوع الرياح واتجاه الرياح؟ هكذا طبعاً. أنا لما دخلت النادي موقفت بس أن أعمل براكتس. شريت الكتب. بلشت أقرأ طبعاً شوي شوي أنا من قبل كنت على الإنترنت أعود أعمل سيرج ودور. لكن بعدين شريت الكتب اللي بدرسوها الشباب بالأكاديميات بس يكبروا. من هذا العمر الصغير كنت أعود أقرأ ولم أعرفهم. لم أحسنت هناك شيء صعب؟ كان صعب شوي علي بس كانت عندي القدرة أن أفهمها. خلاص. كان صعب شوي. صعب شوي. موخك مفتح على الموضوع. لابدك أن تفهم كل شيء. لا أستطيع هكذا. جميعاً. سأتركز على الموضوع. أولاً، فالوالد كان حابب أن يشجعك. فإنه كان يشخص آخر يسيق بخصوصاً لك صغير. لن يجب أن يخزك كهو أخذك ودربك. ويشجع الناس أنه يأمنون فيك. أولاً، أخذ كذلك، كان كثيراً لأنه يبدو أن يطير. وهناك صغير لأدي بلعبه. فبعدين لما قالوا له لا تتكلم وخلص. فصار يسمع الفيدباك منهم كمان. فخلص صار انه واثق فيه كثير. وبنادي الطيران الشراعي برضه يعني ما استغربوا من العمر شجعوك. اه شجعواني كثير. يمكن عشان لما شافوا هيك شغفك ومحبتك للموضوحك. هذا لا بطلع منه لانه كثير حابب الموضوع. حسنا. ماهو ناوي؟ عمرك 17 سنة. ماهو مفروض تعمل؟ أنا عم بالمدرسة الوطنية الدوكسية. ليس ميثاني. طبعاً نحن دائماً مبدعين ومتميزين. كل تواضع. كل تواضع. يعني هلأ عم بدرس النظام البريطاني. IGCSE بصف 12 آخر سنة. وبعدها ان شاء الله راح اروع الاكاديمية. و... يعني خلص راح تتخصص. نشرب انه سيطير طيار. بالملكية او بالايرلاينز. حلو. برافو. طب لكل الشباب اللي بحكوا ما راح اقدر اعمل او ارنساتني صغير. او المجال اللي بحبه ماء المستقبل بالأردن. كتير بس مع عينجم اللي بحكوا هالشباب. ماذا بتحكي لهم؟ يعني هو الشباب بحكي لهم انه لازم يكون عندهم رؤية. رؤية للمستقبل. حل. انه يكونوا واثقين بحالهم بقدراتهم بيتحدوا الواقع. يكون عندهم ايمان بوطنهم وبلدهم وبقيادته. صح. وانه ما في اشي مستحيل يعني. واللي بدور على اشي بلاقيه. يكون عنده طموح اكيد. يعني انت بتحب الطيران رح تدورت وين المكان وابلوك. يعني ما طلعوا على العمر. كانت هيك يعني عبارة عن موهب صغيرة. واصقلتها وصرت اني محترف فيها. على كل حال انا شفيتك كابتن يعني. من قبل ما تاخد الجهادة او تطير لحالك سولو. برافو. فخورينا في كنشولا نكون وجهنا هيك رسالة للشباب. وموفق يعني نتمنى لكل التوفير لانك تستاهل. شكرا لك. بالاخير بس اشكر الناس الدعموني اكيد. بحب اشكر الله على الموهب العطاني اياها اكيد. اللي مش معطيها الا كتير ناس اعلال. اهلي اكيد اللي دعموني. لو لاهم انا ما كنت قدرت اعمل اي اشي من هذول اشياء. اكيد كابتن رامي صرحاني اللي دربني. ومدير النادي كابتن علي الجريري. ورئيس طيارين كابتن سامر حماد. وكابتن تيمور اغل اللي اعطاني بوش كبيرة بمجال الطيران. اكيد اسماء راح ضل لك تتذكرهم. لانهم ادعموك بالفترة اللي انت كنت بدك حدا يآمن بشغافك. اكيد. والنادي الطيران الشراعي فيه. كلهم. كابتن عماد العطيات. والملكية الاردنية اكتر. اكتر اشي اللي دائما دعمتني. ومآمنة فيي. واكيد كمان انتو. لانه مقابلتكم هاي اكيد دعم كبير بالنسبة لي. هذا يعني هذا واجبنا لما نلاقي هيك بداعات شبابية وهيك طموح حلو. شكرا. شكرا اليك هاجوب. طرنيان طبعا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. شكرا.